السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهاردة الفيديو أكلات ووصفات سهلة وبسيطة تنفع للعشاء أو للفطار وكمان ممكن تنفع للغدا كلها اقتصادية وكلها من حاجات كانت بيتة عندنا يعني الأكل البيت مش هنرميه هنعمل له قاعدة تدوير وهيطلع منه أكل طحفة قوي أتمنى الفيديو يعجبكم ولا الطريقة تجربوها عندي هنا أكلتين أول أكلة معايا كانت من البطاطس دي كده كانت بطاطس بيتة أو ممكن بطاطس فايدة يعني من الأولاد وكده ما ترميهمش ممكن تشيليهم في التلاجة أو الفريزر وهنعمل بيهم الأكلة دي أنا أخدت كده البطاطس حطيتها كده في صانية أو البيريكس ده بفردها كده بالشكل ده وممكن طبعا أي نوع بطاطس دي كانت بطاطس مقلية ممكن طبعا أي نوع بطاطس فايدة عندك جبت كده حوالي بطين أو تلاتة قلبتهم كده كويس في شوية من الملح والفلفل الأسود وبضيفهم كده للبطاطس طبعا كمية البيت زي ما تحبي أنا حطيت كده تلات بيضات على الكمية دي وبعدين كده جبت شوية من الجبنة التركي أو الرومي دي برضو كانت بواقي بشيلهم كده في الفريزر بحطت كده طبقة كده كويسة على البطاطس بعدين حطيت كده قطع من الفلفل الألوان أحمر وأخضر وأصفر طبعا متوفر عندك وشوية كمان من الجبنة المتزرلة هي بس كانت سايلة شوية كنت سايبها برا حطيت كده طبقة من الجبنة المتزرلة وطبعا أي نوع جبن عندك كممكن تحطيها في الأكلة دي يعني كمان زويت كده من الجبنة التركي وفي آخر حاجة هحط كده قطعتين من الجبنة الشيدر وحطيت كده رشة من الزعتر بتديها طعمة حلوة قوي وكمان رشة من البابريكا طبعا بقى بدخلها الفرن بسيبها كده لحد ما تستوي مش بتاخد وقت وده كده شكلها طبعا طحفة قوي وسهلة قوي وبسيطة وطعمها كمان حلو جدا والبطاطس مش هتبن خالص انها كانت بايتة وبجد طعمها حلو قوي طعمها بجد طحفة اتمنى انتوا تجربوها حلوة جدا في الفطار والعاشة كمان او كمان ممكن تنفع وكبت غدا سهلة وبسيطة واقتصادية معايا هنا بقى تاني وصفة معايا عيش فينه بايت برضو ده كان عيش كايزر هنعمل منه أكلة حلوة قوي هنعمل منه ميني بيتزا سهلة كمان وبسيطة وفي دقيقة كده هتكوني حضرتيها بدأت كده اخد العيش الكايزر واسمت كده لنصين اه طبعا الوصفات دي مش لازم يعني تكون يعني تكون العيش ده بايت او البطاطس بايتة يعني ممكن تعمليها عادي كده اه بس انا كده كانت حاجات بايتة عندي وحبيت ان انا اعمل لها كده عادة تدوير اه وهتطلع طحفة جدا مش هتبين خالص انها كانت بايتة قطعت كده كل كمية العيش اللي معايا بالطريقة دي كده اسمته نصين وهبدأ كده ان انا هحطه في صانية رصيته كده بالشكل ده بعدين هجيب اه صلصة او كاتشاب دي كده صلصة عادية حطيت عليها شوية من الفلفل الاسود اه طبعا ممكن برضو تحطي كاتشاب بيبقى حلو قوي بحط كده طبقة منه على العيش معايا وهخلص بقى كل الكمية كده بنفس الطريقة الاكلة دي بجد دقايق كده فهتكوني حضرتيها وكمان بتعجب الاطفال قوي خلصت كده كل كمية العيش كده اللي معايا حطيت كده عليه صلصة وطبعا بقى الحشوات اي حشوة عندك متوفرة اه يعني اي حاجة كده تفضليها او اي برضو حاجة بيتة عندك ممكن تحطيها كده عليها انا برضو كان عندي كده جبن دي برضو جبن فايدة وكانت بواقي برضو حطيتها كده عليها وطبعا ممكن اي حشوة عندك لو لحمة مفرومة فايدة برضو او فراخ ممكن كده تحطيها برضو عليها بتبقى طعمها حلو قوي حاطت كمان شوية من الفلفل الالوان آآ وبرضو ممكن تديفي زتون هحط كمان قطعة كده من اللانشون وده برضو كان بواقي يعني كل الاكلة كانت من بواقي التلاجة واخر حاجة كده بحط كده قطعة من المتزرلة وكمان هضيف لها كده شيدر هحط كده على كل كل صندويتش كده او كل بتزاية واحدة وطبعا بدخلها الفرن بدخلها بس تحت الشوية مش بتاخد وقت خالص آآ يدوب بس الجبنة تسيح معاية وبتبقى في ثواني حضرتيها رشيت كمان رشة كده من الزعتر ورشة من البابريكة بدخلها طبعا الفرن وده كده شكلها اول طبعا ما بتطلع من الفرن بتكون كريسبي شوية ومقرمشة لو حبها تبقاطرية بتغطيها ده كده شكلها بجد طحفة قوي دي كده الاكلتين اللي عملناهم من بواقي الاكل او من اكل فايدة عندك دي كده اللاميني بيزا بالعيش الكايزر بجد طحفة قوي وطعم واحل وقوي وكمان الاكلتين ماخدوش معنا وقت خالص اه طبعا وجبت غدا سهلة وبسيطة او عشا طبعا او فطور يعني تنفع في اي حاجة اه سهلة وبسيطة وكمان خفيفة جدا اه وطعمها حلو قوي ويعجب الاولاد جدا وده كده شكل الاكل معايا اكل طبعا شكله حلو جدا وكمان طعمه احلى اه ومن حاجات كنا هنرميها او حاجات اه يعني كانت بيتة عندنا فايدة عندنا اه نقدر ان احنا هنستغلها ومنرميش حاجة ونعمل لها كده زي قاعدة تدوير اه لأكل طبعا طحفة جدا وطعمه كمان حلو قوي اه مش هيصدقوا انه كانت من حاجة بيتة بجد طحفة اتمنى ان انتوا تجربوها ويا ريت ما تنسونيش في اللايك لو عجبكم الفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد بنزله افسدكم فرعية الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة